بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله نراجع ما أخذنا في الدرس الماضي ثم بإذن الله نبدأ بالدرس الجديد بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله geçen درستة aldıklarımızı إن شاء الله تكرر edeceğiz ondan sonra ين درسة geçeceğiz من يذكر لي الأسئلة التي سألناها قبل البدء بدراسة هذا المتن بمتنة أكومية بشكل مدن önce ذكر ettiğimiz bu 4 soruyu 4 soruyu bize kim hatırlatacak السؤال الأول لماذا ندرس التوحيد السؤال الثاني لماذا اخترنا دراسة هذا المتن على متن القواعد الأربع الثالث محتوى أو فارس هذا المتن قلنا يحتوي على ثلاثة أقسام المقدمة وفي هذه المقدمة عنوان السعادة لماذا ندرس التوحيد القواعد الأربع السؤال الرابع 4 soru neydi bu kitabın سبب التأليف سبب التأليف وقلنا سبب التأليف أن المؤلف رحمه الله تعالى أراد بهذه القواعد أن ترد على الشبه التي يأتي بها على الشرك في زماننا كيف يكون الرد على الشبه سبب التأليف رحمه الله تعالى الرد المجمل هل يمكن أن نسمع لكلام أهل الباطل أو نقرى لمؤلفاتهم؟ هذا الكتاب قلنا هو كالمختصر لكتاب كشف الشبهات كما أن الوسول الثلاثة تقريبا كالمختصر لكتاب التوحيد هل لنا أن نقدم كتاب كشف الشبهات على القواعد الأربع؟ قلنا لا لابد من الرجوع للعلماء الدرس الآن هو في القسم الأول من هذا المتن المبارك ما هو القسم الأول؟ نعم المقدمة المقدمة هذه المقدمة ذكر فيها المؤلف رحمه الله تعالى البسملة بسم الله الرحمن الرحيم يبدأ العلماء بالبسملة سواء كان في الخطب أو في المؤلفات لأسباب الله أعلم خمسة اقتدام بالكتاب العزيز اقتدام بالنبي صلى الله عليه وسلم اقتدام بعلماء السلف سلف عالمين لا يوجد بسم الله لأن كل شيء يذكر على اسم الله تحل فيه بركة فعندما تسمي على الشيء يجعل الله سبحانه وتعالى فيه بركة الله تبارك وتعالى الله تبارك وتعالى الله تبارك وتعالى الأمر الخامس أن بعض العلماء يستدل بحديث والبعض يرى أنه ضعيف في البداعة بالبسملة اقتدام بالكتاب العزيز بالنبياء والرسل علماء السلف سلف عالمين لا يؤيراك تيمن وتبرك البدا بسم الله الله تبارك وتعالى الله تبارك وتعالى استئناسا بحديث وإنكان لا يصح عند بعض العلماء بعض العلماء بعض العلماء بعض العلماء يرى أنه ضعيف بلا أول ساق وضعيف بلا حديثة يلوى تبارك وتعالى ثم أن المؤلف رحمه الله تعالى في هذه القواعد الأربع دعا لك دعا للطالب ونحن نعرف أن الطالب هو الذي يدعو للشيخ وهذا فيه أن المؤلف رحمه الله تعالى يرغب أن كل خير يلحق بك قال أن يتولاك في الدنيا والآخر أي أن تكون من أولياء الله من هم أولياء الله أولياء الله هم الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم و لهم يحزنون دكتك تدين الله سبحانه وتعالى من هم بقوله صلى الله تبارك وتعالى onların kimler olduğunu şu sözüyle beyan etmiştir الذين آمنوا و كانوا يتقون onlar إيمان edip takvalı olan kimselerdir يعني جمع بين الإيمان والتقوى يعني إيمان والتقوى و لهذا قال الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى مثلا Вот الشيخ الإسلام من كان مؤمن و متأقی ولا أعتي بال طاعت الله أعتى الرهم Doctor stimul Heute بالمحرمات والمُنكرات والبضع ولا هذا ولا من أولئة الله ولا ولا هذا من أولئةته الشيطان ornaments الشيطان ولا شك في sulfائل ولا شك في الغالة في pró быстр لا يوجد شيء لا يوجد شيء لا يوجد شيء